بسم الله الرحمن الرحيم مدرسة المدرسة الشمع السنوية الخاصة بنات صفحة عشر أدبي المادة جغرافية بناتي طالباتي نستكمل مدرسة أو الأقليم الطبيعية لكارة آسيا درسنا في الحصة السابقة الأقليم الحارة وهي القليم الاستوائي درسناه وانتهينا عنده سوف ندرس اليوم الأقليم المداري ونستكمل الأقليم الصحروي بناتي طالباتي نضع أسئلة اسكر الموقع الفلكي للأقليم المداري ما هي أهم النباتات التي تنمو في الأقليم المداري اسكر بعض الحيوانات التي تعيش في الأقليم المداري أقليم ترتفع فيه درجات الحرارة صيفا وتنخفض شتاء وانطار ونادرة هل هو الأقليم المداري الموسمي الصحروي اسكر بعض الدول التي تقع في الأقليم الصحروي أعطي أمثلة عن النباتة الذي ينمو في الأقليم الصحروي ننتقل ونستطيع طالباتي نشاهد سويا إلى الفيديو لنتعرف على الأقليم الحارة وعلينا أن نقرأ جيدا الكتابة التي سوف تظهر على الخريطة لندرك وصائف أو خصائص الأقليم المداري أين يقع خصائصه المناخية والحياة النباتية والحيوانية التي يتميز بها وخصائص أمثلة المداري 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 في القطاع الأكليم في الدائرة 1848 في الدائرة وخصائص المناخية الحياة النباتية والحيوانية منطقة الوقتليم الصحرابي رقع بين بيئتان عام ١٨٣٣ الخصائص المناخية منطقة الحياة النباتية والحيوانية تعرفنا تليباتي على موقع المناخ الاقليم الصحراوي وموقع الاقليم المداري. لدينا الان انها تعوصل الى الجبات الاسئلة. سكون الموقع الفلك الاقليم المداري. بين دائرتها عرض 8 ل 18 شمال خط الاستواع. ما اهم النباتات التي تنمو في الاقليم المداري. هشائش استفنة. وهي شجريات مدارية. بعض الحنوات التي تعيش في الاقليم المداري. اكلت العشب كالزرافة واكلت اللحوم كالاسد. اقليم ترتفع في درجات الحرارة صيفا وتنخفض شتاءا. وشتاءه قصير وانطاره نادرة. الاقليم الصحراوي. سكورة بعض الدول التي تقع في الاقليم الصحراوي. دولة. شبهة جزيرة العربية ومنها دولة قطر. اعطي امثل على النباتات التي ينمو في الاقليم الصحراوي. هي نباتاتة التي تتحمل كدرتها على الجفاف. وهي تعتبر زي الصبار. وايضا الحيوانات التي تتحمل الحرارة والعطش مثل الابل. ننتقل الان الى الخريطة. لنتعرف على هذه المواقع. تمام. ادي سفر. تمانية ده الاقليم الاستوائي. اقليم المداري. من تمانية الى تمنتاشر. يمتد الاقليم المداري. من تمانية لتمنتاشر. تعرفنا عليه. ننتقل الى الموقع. والمناخ للاقليم الصحراوي. من تمنتاشر لتلاتين. شمال خط الاستواء. تمام? المناخ. قلنا حرارة مرتفعة. سيفا ومنخفضة في الشتاء والامطار نادرة. يقع بين تمنتاشر تلاتين شمالا وجنوبا. ارتفاع الحرارة سيفا ومنخفضها شتاء ونادرة الامطار. يتوضح لنا اقليم الصحراوي. ننتقل ما النتيجة المترتبة على وقوع الاقليم الصحراوي من تمنتاشر لتلاتين شمال والمنون بخط الاستواء. لدينا الاجابة. ارتفاع درجة الحرارة سيفا ومنخفضة في الشتاء والامطار. احسنتم. الان مقارنة بين كل من الاقليم المداري والاقليم الصحراوي. من حيث الموقع الفلكي والخصائص المناخية. عليك طالباتي العزيزة ان تقومي بعمل جدول هذا لعمل القيام بالمقارنة في دفترك. هذا سؤال نجب عليك الاجابة عليها. حددي اوجه للتشابه والاختلاف بين الاقليم الصحراوي والاقليم المداري. الاختلاف والتشابه والاختلاف. تمام? ننتقل الان الى الخريطة الصماء لتستطيع ان تحددي عليها موقع كل من الاقليم المداري والصحراوي. سفر؟ سؤال؟ ما النتيجة المترتبة على وقوع الاقليم المداري؟ بين من ٨ ل ١٨ جه شمال وجنوب خط الاستواء. دراسة مقارنة الاقليم الاقليم الطبيعية في العالم. الاقليم الرئيسي والاقليم الحارة. قيم الاستواء المداري الصحراوي. موقع الفلكي الحرارة والامطار او منع صح الخصائص المناخية. بالحفظ جيدا لهذا. الان طالباتي نستكمل الاقليم الاخرى وهي الاقليم المعتدلة. وهي تتضمن اسنين. الاقليم السيني واقليم البحر المتوسط. ها? بين دائرتين عرض الاقليم السيني بين دائرتين لاربعين شمال خط الاستواء. هذا الموقع. خصائص المناخية. يتميز بصيفة حار وشتاء دفيق وانطار طوال العين. الحياة النباتية والحيوانية تنمو غابات كثيفة دائمة الخضرة. وتعيش الحيوانات كالغزال والزب والزئاب. ننتقل الى اقليم البحر المتوسط. بين دائرتين من ٣ لاربعين شمال خط الاستواء. اي غرب القراط. طالباتي. نلاحظ ان اقليم الصيني وهو الذي يتميز لونه على الخريطة باللون الاخدر. وهو يكون مثل ما ذكرنا شرق القراط. اقليم البحر المتوسط. يكون على الخريطة في الكتاب باللون الاحمر. ويكون غرب القراط. تمام? يبقى تشابه بين الاقليم الصيني والبحر المتوسط من حيث الموقع. الاقليم الصيني والبحر المتوسط ما بين ٣ لاربعين شمال خط الاستواء. هذا هو التشابه. الاختلاف. الاقليم الصيني شرق القراط. الاقليم البحر المتوسط غرب القراط. ننتقل الخصائص المناخية. الاقليم الصيني صيف حار. شتاء دفيق امطار طول العين. الاقليم البحر المتوسط. ايضا صيف حار. شتاء دفيق ممتر. في الشتاء. يبقى فيه اختلاف ايضا وتشابه. تشابه في الخصائص المناخية صيف حار وشتاء دفيق. الاختلاف ان الاقليم الصيني مطر طول العين. اقليم البحر المتوسط دافي ممتر. الحياة النباتية في الاقليم الصيني غابات كسيفة دائمة الخضرة. وهيوجد بها الحيوانات كالغزاء والزب والزئاب. اقليم البحر المتوسط تنمو غابات كسيفة دائمة الخضرة. اقل الكسافة من الاقليم الصيني. هذا الرسم. عليك بالاجابة علي داخل الدفتر. يوجد اوجه اختلاف واوجه تشابه بين كل من الاقليم الصيني وكل البحر المتوسط. من انتبه لي فسوف يتوصل الى الاجابة الصحيحة. ننتقل الى اقليم المعتدلة الباردة. الاقليم المعتدلة الباردة عندي نوعين. اقليم معتدل بارد موسمي. اقليم معتدل بارد قري. ما الفرق. الاقليم المعتدل البارد على الخريطة في الكتاب يكون لونه باللون الاخضر ويكون شرق القراط. الاقليم المعتدل القاري وهو باللون الزهري ويتميز بانه يكون وسط القراط. خصائص المناخية. اقليم معتدل البارد تنخف الدرجات الحرارة الى مدون السفر المأوي حيث الصيف الحار وتسقط انطار طوال العين. خصائص مناخية. الاقليم المعتدل البارد. قلنا بارد تنخف الدرجة الحرارة وصيف حار وانطار قليل. حياة النباتية والحيوانية. في الاقليم المعتدل البارد الموسمي تنمو الغابات النفضية. وسميت بهذا لانها تنفض اورقها. وتعيش فيها حيوانات السنجاب والرم. الاقليم المعتدل البارد تنمو الغابات النفضية والمخروطية. هذا الفرق. هنا سنبورية وهناك مخروطية. وتعيش حيوانات برية مثل الكزلان والخيول. سكري اهم الاقليم المعتدل الباردة في قارة اسيا. اذا عليك انت تتحدث عن ننتقل الى اخر شايف الاقليم. الاقليم الباردة الاقليم البارد القطبي. قطبي ان يقع عند قطبي الكرة الارضية. بين دائرتين عرض 60-90 شمال خط الاستوان. شتاء طويل. شديد البرودة. صيف قصير. تساقط يكون فيها على شكل سلوك. تنمو في فصل الصيف القصير حشائش التندرة. وهي نباتات فقيرة جدا وتعيش حيوانات الفرق كالدببة ورن. بناتي طالباتي يوجد اسئلة. عديد اوجه الشبه والاختلاف بين الاقليم السيني واقليم البحر المتوسط. عديد الخصائص المنخية الاقليم المعتدل. بما تفسر تعيش الحيوانات ذات الفرق في الاقليم البارد. انتهى درسنا اليوم مع تمانياتي لك بالنجاح والتوفيق.